ما من مأساة تقع في العراق إلا والاحتلال الأمريكي هو المسؤول الرئيس عنها حتى محنة النزوح المستمرة منذ عدة سنوات ويوميات المهجرين القاسية في مخيماتهم أحد هذه المخيمات الكيرو 18 في محافظة الأنبار الذي يعيش قاطنوه أوضاعا صعبا من كل نواحي وضعت التعبان بشكل التعبان وقعي خدمات لا أكو خدمات لا أكو مي لا أكو مساعدات أهيان معيوفين نحن ما عدنا حديد يداعين أهيانة والله وضعتنا صيط في دمر لا ماء لا كهرباء لا غيرها لا هاي لا ديش لا شغل يعني في دمر واقعين على الحديد والله ما يصير العمل هذا شوفونا صورة حد انعدام الخدمات ورداءة المسكن اعتاد عليها قاطنوه المخيم لكن مأساتهم الحالية تكمن في انعدام المساعدات التي هم بأمس الحاجة إليها ولسيما في شهر رمضان المبارك والله احنا المجمع الكرامة بـ 18 تعبانين رمضان مرع علينا ولا أحد مرع عليه ولا الناس كلها فقيرة كلها مع عدرات هاي رمضان شهر رمضان علينا لحد جزارنا لحد جابلنا مساعدات يعني حالنا تعالوا شوف يؤكد قاطنو المخيم ان الحكومة تتجاهلهم وكأنهم موتى منسيون دفنوا في هذا المخيم منذ عدة سنوات وتركوا وحدهم هنا شون واحد منذبونا بالمقبرة ما احد لا يروح لي ولا يجعلي هاي صارنا تغير من ثلاث سنوات نذبونا في المكان هذا لا هايش ارزاق ضعيفة كل شي ضعيف كل شي موك واسعان مريض الله وكيرك عندي ثلاث معاملات كلهم على اساس ما العمليات عندي ثلاث فتوق وعندي انزلاق بظهري عندي هم سبع فقرات كلهم انتهيات واسعان على الا انه علمناك قوموني انطول الكرسي اقدر امشي علي غير الكرسي ما اقدر امشي في العراق لاختلاف بين مخيم وآخر المعاناة بأدق تفاصيلها واحدة وكذلك ثمت أمل واحد في الخلاص يرمق في عيون المتعبين الغرباء في أوطانهم